اعتزام أممي جديد للعمل على تمديد مهمة لجنة المراقبين الدوليين في اليمن المفترض انتهاؤها بعد أيام قد يكون التمديد لأي بعثة أممية مسألة تحصيل حاصل لكن اللافتة في هذه اللجنة التي جرت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن في القرار 2052 في يناير الماضي والتي تتولى مهمة إعارة الانتشار في الحديدة يتمثل في أن المراقبين الـ 75 سوف تنتهي ولايتهم ولم تطأ أقدام غالبيتهم أرض اليمن باستثناء 15 منهم كانت ميليشيا الحوثي قد عمدت على عرقلة إجراءات دخول المراقبين الدوليين إلى البلاد من خلال رفضها منحهم تأشيرات دخول للمناطق التي يسيطرون عليها في خطوة وصفها مراقبون بمحاولات الميليشيا الساعية لمساومة الأمم المتحدة إذا ما حاولت اتخاذ خطوات لا تنسجم مع مصالحها وعلى الرغم من عرقلة الميليشيا لتأشيرات دخول بعثة المراقبين إلا أن رد الأمم المتحدة كان خجولا حين لم تشر إلى من يقف وراء ذلك مكتفية بالقول إنها لم تحصل على أذونات الدخول لأعضائها الحكومة الشرعية بدورها أكدت أنها تتعاون بشكل كبير في تقديم كل ما يدعم الأمم المتحدة وفرقها متهمة الميليشيا باستحداث العراقيل وهما يؤكد عدم جنوحها لتنفيذ اتفاق الحديدة عراقيل الميليشيا العديدة تجاه تمديد عمل لجنة المراقبين دفع العديد من السياسيين إلى التساؤل حول سياسة الأمم المتحدة حيال خطوات الميليشيا التي لا تقتصر على المراوغات في تنفيذ اتفاق الحديدة بل تتجاوز ذلك إلى تحشيدها المتواصل في فتح جبهات جديدة جرت البلاد معها إلى مزيد من الدمار والموت لا يبدو التمديد لولاية بعثة المراقبين الدوليين مجديا في ظل عجلها عن الوصول إلى الأراضي المفترضة لبدء مهمتها وفي ظل عجل من سبقوها إلى الداخل في تنفيذ جزء مما اتفاق عليه ترجمة نانسي قنقر